تحليلي الشخصي آني لأن ساحة العراق لا تحتمل أنه شخص أنت متعرفه والعراق صح ساعة تجربة هذا ما أعتقد أنه رح يكون ولكن تقولي هل بالإمكان أنه يتغير الحال أقولك والله العظيم غير غير يعني هسان وجهة نظري مثل هاي الفرصة الثمينة ما أكون صحيح مو بالنسبة للشعب بالنسبة للسياسيين شوف خليه أقول لك آني على مستوى 16 سنة من التجربة ما قعد نوية سياسي رئيس حكومة كل رؤساء الحكومة ويذكر أعتقد أستاذ إحسان كلهم يقول لك أنا مو مطلق اليد أنا مكبل يعني أنا إذا نتصرف فلان الجانب الكردي عارضني الجانب السني عارضني الحزب الفلاني من قوميتي عارضني وهكذا شوف فرصة ثمينة حتى ذول السياسيين نفسهم تخلصوا من المحاصصة وبدوها صح والله العظيم العراقي يستقيم مو مهم عندي أنا الشخص منه أنا عندي ما يهمني الوجه وجه فلان أو علام إذا كان المنهج صح حتى السيئ ينجو برسل زيان ترجمة نانسي قنقر